هل سمعت عن أغوات المسجد النبوي؟ من هم الأغوات؟ مجموعة من الأشخاص المخصيين الذين اعتادوا العمل في المسجد النبوي والمسجد الحرام مميزين بملابسهم وأعمالهم ويقفون وسط صحن الطواف وفي بعض أربقة المسجد وآخرين ينظفون الحجرة النبوية ويرافقون الإمام أثناء توجهه إلى المنبر مرتدين ثياب وعماء بيضاء ومحتزمين بشارات ذات دلالة وأيضا يكونون في استقبال كبار الشخصيات حينما يزورون الروضة الشريفة أغوات المسجد النبوي جاءوا في عهد السلطان صلاح الدين الأيوبي حيث كانت المهمة المناطبهم هي حراسة المسجد النبوي وحراسة القبر الشريف للنبي صلى الله عليه وسلم من محاولة الاعتداء والسرق عليه أكد الملك عبد العزيز رحمه الله على عدم التعرض لهم في شؤونهم الخاصة وكان الملك فهد رحمه الله يصيلهم بالهدايا والمشالح والألبسة وقد توقف استقدام الأغوات في عام 1399 أي قرابة 45 سنة من الآن بفتوى أصدرها الشيخ عبد العزيز بن باز بأن الأهالي في بعض البلدان الإسلامية خصوصا في الحبشة يقومون بخصي أبنائهم لإرسالهم لخدمة الحرمين الشريفين وقد توفي الآغا علي بدايا أحد أغوات المسجد النبوي بعد خمسة أيام فقط من وفاة الآغا عبد علي إدريس في الأسبوع الماضي وتبقى الآن واحد فقط من الأغوات وهو نوري شيخ الأغوات ويعتبر الآغا نوري هو آخر الأغوات ومن بعده تنتي هذه المهنة وتصبح من التاريخ ترجمة نانسي قنقر